اللهم صل على محمد وآل محمد يا من إليه ملجأ العباد في المهمات وإليه يفزع الخلق في الملمات يا عالم الجهر والخفيات يا من لا تخفى عليه خواطر الأوهى وتصرف الخطرات يا رب الخلائق والبريات يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات أنت الله لا إله إلا أنت أمت إليك بلا إله إلا أنت أمت إليك بلا إله إلا أنت فأقلتها وتجاوزت عن سواسال في خطيئة وعظيمي جريرتي فقد استجرت بك من ذنوبي ولجأت إليك في ستر عيوبي اللهم فاجد علي بكرمك وفضلك واحطط خطايا بحلمك وعفوك وتغمدني في هذه الليلة بسابغي كرامتك واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك واجعلتهم خالصتك وصفوتك اللهم اجعلني ممن سعد جده وتوفر من الخيرات حظ واجعلني ممن سلم فنعم وفعز فغنم واكفني شر ما أسلفت وأعصمني من الازدياد في معصيتك وحبب إلي طاعتك وما يقربني من ويزنفني عندك سيدي إليك يلجأ الهارة ومنك يلتمس الطالب وعلى كرمك يعول المستقيل الدائم أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا تقيسني من سابخي نعمك ولا تخيبني من جزيلي قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك وأجعلني في جنة من شرار خلقك هذا وقت الاعترام ونحن بجوار الحسين ربي إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحقه فقد حسنا ظني بك وتحقق رجائي لك وعلقت نفسي بكرمك فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم واخصصني من كرمك بجزيلي قسمك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق حتى أقوم بصالح رضاك وأنعم بجزيل عطائك وأسعد بسابق نعمائك فقد لذت بحرمك فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك وإستعدت لك وإستعدت لك بعفوك من عقوبتك وبحلمك من غضبك فجود بما سألتك وأني الملتمست منك أسألك بك لا بشيئين هو أعظم منك سجود من نفس واحد مؤمنين يا مؤمنات عشر مرات ألح على الله في الدعاء يا رب 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 يا سبع مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سبع مرات لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عشر مرات ما شاء الله عشر مرات لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله عشر مرات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سألوا حوائجكم يا مؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا